بالنسبة لموضوع التحرش هذا موضوع واسع وشيء جدا لا يحصل للأطفال الصغر فحسب بل يحصل في كل مكان وزمان عبر الوسائط الآن فهو موضوع شاسع وواسع بالنسبة إلى هذا التحرش كما قلنا ليس يقع في صورة ممارسة فقط أو ملامسة واحتكاك إنما يظهر في صور متعددة منها لإحاط اللفظية إيماءات بعض الحركات الغير لائقة بعض القصص المثيرة والتي تكون طريق لاستهداف ولمحاولة زج الطفل في الاستقرار ومحاولة الكشف عن ما يجري وبالتالي يكون فريسة سهلة أيضا من خلال بعض وصف الجسد أو صورة الجسد التي هو عليها الطفل التركيز على بعض المظاهر وهكذا ثم بعض الخبرات التي قد نسمعها أو يسمعها المعتدي على الطفل وبالتالي يحاول من خلالها دائما المعتدي يحاول أن يقدم إحاءات ويسهل لهذا الفعل نعم نعم